تشكيل منطقة مصر هقولك التفكيرين ماشيين الزيحة التالية ناخد التفكير محمد الشناوي في حراسة المرمى يعني كده انت بتقر ان الشناوي محمد الشناوي في حراسة المرمى بالزبط لا مفيش جدر محمد الشناوي أحمد فتوح زهير أيصر وعمر كامال عبد الواحد زهير أيمن في قلب الدفاع محمد عبد المنعم ومحمود حمد الوانش اتنين ضمنين ما كانهم في التشكيل محمد النني وعمر السلية جناح يمين محمد صلاح مهاجم مصطفى محمد هنا نقطة الخلاف والجدر الراجل فيه تفكيرين في دماغه وجرابهم خلال تدريب مبارح بالنسبة لصلاح يعني ومصطفى محمد بالنسبة لهو ايه هل السلاسة في وسط الملعب التلاتة هيحط حمدي فتحي ويلعب الطريق اربعة تلاتة تلاتة المعتادة ووجود مرموش كجناح ايصر ويه محمد صلاح كجناح ايمن ولا هيدفع بمحمود حسن ترزيجيه على حساب حمدي فتحي ضم التلاتة ويلعب بمرموش جناح ايصر ومحمد صلاح ايمن ويبقى التلاتة كده عمر السلية ومحمد النني ومحمود حسن ترزيجيه واللي هيثبت التلاتة عمدي فتحي يرجع ويبقى التلزيجيه على حساب عمر مرموش هو الفكرة دلوقتي في ايه الفكرة دلوقتي عملت دي قبل كده عملت دي قبل كده في مرموش نيجيريا وما وفقناش فيه لكن ظروف ان الترزيجيه كان لسه رجع من اصابه فهو دلوقتي فيه مطالبات جوه الجهاز الفني حاليا او مدولات من المبارح وهو بدأ اشتغل على الخطة دي مرتين تلاتة بقى يبدل في التأسيم الرئيسية فيه مطالبات انه هو يا ترزيجيه يا افشا واحد عنده النازع الهجومية يكون ضمن التلاتة بتاعه وسط الملعب ان انت عندك مطش على ملعبك ووسط جمهورك واكيد السنغير فالنازل اللي واخد على ملعبك وعلى جمهورك يبقى فيه نازع هجومية قصد التلاتة بتوع الديفندر التلاتة اللي هم وسط مدافع اللي هو انني وحمدي فتحي والسولية نقدر نستغني عن واحد ونبدأ بترزيجيه او افشا قصدنا الععب يرفع عمر جابر كمان لا لا ده مش ده كلام بص هو عمر جابر ملعبة مميزة وعنده خبرة ولعب مانشات دولية لكن هو الراجل دايما بيقولك بيميل دايما الى التشكيل اللي بلعب به الى الناصر اللي هو عرفها وحافظها وهم تعودوا على فكره فانت دلوقتي معاك عشرة لعبة من 11 هو نقطة خلاف واحدة هل السلاسي بتاع وسط الملعب هيحط تلزيجيه او افش على حساب حد فيهم ولا هلعب بالتريقة السبتة المعتادة اللي هي احمد فتوح وهم كمالعب الواحد اللي هو لعب بيها قبل كده اللي لعب بها قبل كده انا معلوماتي اللي انا عارفه ان هو الراجل عنده تركية نصر ملعب هيغير واحد من الثلاثة اللي هم نيني والسولاي وحمد فتحي والاقرب بنسبة 100% هيكون حمد فتحي وهيبدأ بحد عنده النزعة الهجومية والاقرب هو محمود حسد تخزي